بسم الله الرحمن الرحيم في مجالس الأباء والأجداد القديمة كان من الأفضل ما يقدم للضيف كمقعد أو مرقد هو المعطب وما كان يأخلوا بيت المعطب المعطب فراش محشي بالقطن القطن هذا يجمع ويندف ويلين وبعدين تحشابه المفارش هذه وكانت تعتبر يعني علامة الفخامة اللي عندها معطب عنده شي فخم لكن اللي يجهل بعض الناس ليش سمي المعطب معطب نحن قلنا المعطب محشي بقطن العطب هو القطن العطب هو القطن من أسماء القطن العطب روى عبد الرزاق في مصنفه عن كيسان رحمة الله عليهم أجمعين قال ليس في العطب يزكاه العطب اللي هو القطن وقال ابن منظور في لسان العرب والعطب هو القطن فالعطب والعطب اسم من أسماء القطن فهي عربية فصيحة وعندنا في المشرك هنا في شرق السراء نبتة تسمى العطيطبان وتسمى عطيطبان لأنها لها ثمر يطلع فيه مثل قطن مادة تشبه القطن سموها عطيطبان من العطب فالمعطب سمي معطب لأنه يحشى بالعطب اللي هو القطن العطب اسم من أسماء القطن